في احتمالات تبقى احتمال لكن في احتمال كبير أنه يدروا إقامة جبرية لخالد نزار شخصيا هو بالرغم أنه راه مريض إلى حد ما لكن ما زاره يخطط وما زاره يتلعب فممكن يدروا له إقامة جبرية هل يدروا للتوفيق أيضا لا ندري على الأقل في الوقت الراهن لست متأكد منها المعركة تتصاعد هذا المجرم بتاع لندن هذا اللي الدولة تليفونه ولقاوا هذه زات عمقة القضية لأنهم لقاوا عنده أنه جبر مهن يتصل به مدير مكتب جبر مهن يتصل به الكحال مجذوب عنده بعض ضباط يتصلوا به لأنهم يعطوا له الملفات باش يخرج يبتز بيها ولا يخوف بيها ولا ولذلك التليفون انتعوا لقوا فيه كوارث حقيقية فجاءت هذه اليوم انتعا في الذكرى الثانية للقتل البشر لجمال بن سماعين ولحرائق المنطقة منطقة التزيوزو وما جاورها جات اغلاق قناة وهي لسان ناطق باسم جبر مهن وعنده شيء اخرى على كل حد اذا ارادوا في الفعل ان يمضوا عليهم الاطاحة بشلول ابن شلول واخوه ممكن يعتقلوا في اي وقت لكن شلول باعتبار رئيس جيس كمان جيس كرا في حديث عليه لكن هم معارفين ان شلول تابع تماما لجبر مهن يزيد يريشان تابع تماما لجبر مهن جماعة لاديس تابعين تماما لجبر مهن كمان مولا تابع تماما كمان مولا هو علي حداد الآن لجبر مهن واخرين فممكن جدا تبدأ الاعتقالات انتاحهم وطبعا يدرونهم اي تهم